الحمد لله والسلام على رسول الله وبعد قال ابن الجزري رحمه الله خاتم افتحوه نصعه خاتم افتحوه نصعه المعنى اختلف القراء فيه وخاتم من قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقرأ المرموز له بن نون من نصعه وهو عاصم وخاتم بفتح التاء على انه اسمه للآلة كطابع وعلى معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم به النبيون ولا نبي بعده ومعناه اخر النبيين صلى الله عليه وسلم وقرأ البقون وخاتمة يعني بكسر التاء على انه اسمه فاعل والفاعل دمير مستدر تقديره هو يعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره في صدر الاية في قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله فهو عليه الصلاة والسلام ختم النبيين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم خاتم افتحوه نصعه خاتم افتحوه نصعه نصعه باستفاد ان الذي قرأ بالفتح هو عاصم وحده يبقى هذا من انفراضات الإمام عاصم قرأ المربوز له ابنهم من نصع من نصع وهو عاصم وخاتم وخاتم بفتح التاء البكون قرأوا وخاتم وخاتم خاتم هذا عاصم خاتم البكون قال ابن الجزري رحمه الله يحل لا بصر يحل لا بصر المعنى اختلف الكراء فيه لا يحل لا يحل من قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد سورة الاحزاب اثنين وخمسين فقرأ البصريان وهما ابو عمر ويعقوب لا تحل بتاء التأنيث لتأنيث الفاعل وهو النساء اذن معنى مؤنس على تقدير جماعة النساء وقرأ البكون لا يحل يعني بياء التذكير على معنى جمع النساء وللفصل بين الفاعل والمفاعل بالجر والمزرور وهو لك الشاهد يحل لا بصر يحل لا بصر يحل لا بصر يحل لا بصر وقرأ البصريان هما ابو عمر ويعقوب لا تحل لا تحل لا تحل وقرأ البكون لا يحل لا يحل قال ابن الجزري رحمه الله وسادات جماعة بالكسر كم ظن المعنى اختلف القراء فيه ساداتنا من قول تعالى وقول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا يا سبعة وستين فقرأ المرموز له بالكاف من كم والضاء من ظن وهم ابن عامر ويعقوب ساداتنا ساداتنا بالألف بعد الدال مع كسر التاء جمع ساد فهو جمع الجمع على إرادة التكثير لكثرة من أضلهم وأغواهم من رؤسائهم وقرأ البكون سادتنا 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 بفتح التاء بلا ألف جمع سيده ويدل على القليل والكثير من تاني الشهد وسادات جمع بالكسر كم ظن وسادات جمع بالكسر كم ظن وسادات جمع بالكسر كم ظن يعني ساداتنا وسادات جمع بالكسر كم ظن وسادات جمع بالكسر كم ظن يعني ساداتنا البكون سادتنا وسادات جمع بالكسر كم ظن يعني ساداتنا والبكون سادتنا قال ابن الجزري رحمه الله كثيرا ثاهبا للخلف نل كثيرا ثاهبا للخلف نل المعنى اختلف القراء فيه كبيرا من قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا فقرأ المرموز له بن نون من نل واللام من لي وهم عاصم وهشام بخلف عنه كبيرا بالباء الموحدة من الكبري والعياذ بالله اي اشد اللعن او اعظمه وقرأ البكونة كثيرا بالثائل مثلثة من الكثرة على معنى انهم يلعنون مرة بعد مر على انهم يلعنون مرة بعد مر بدلالة قوله تعالى ان الذين يكتبون ما انزلن من البيانات والهدن بعد ما بيانه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من تاني الشاهد كثيرا ثاهبا للخلف نل كثيرا ثاهبا للخلف نل كثيرا ثاهبا للخلف نل يعني المرموز له بالنون من نل من نل واللام من لي وهما عاصم وهشام بخلف عنه بالباء الموحدة بالباء الموحدة كثيرا ثاهبا للخلف نل كثيرا ثاهبا للخلف نل من اللازل له الخلف؟ من اللازل له الخلف نل نل يعني عاصم كثيرا ثاهبا للخلف نل كثيرا ثاهبا للخلف نل يبقى المرموز له بالنم النال واللم اللي وهما عاصم وهشام بخلف عنه كبيرة بالباق الموحدة وبذلك تمت سورة الأحزاب ولله تبارك وتعالى الحمد والشكر سورة سبا قال ابن الجزري رحمه الله علي معلام ربا فز وارفع الخفض غنا عما علي معلام ربا فز وارفع الخفض غنا عما يعني المعنى اختلف الكراء من عالم الغيب من قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة كل بلى ورب لا تأتي أنكم عالم الغيب فقرأ المرموز له بالراء من ربا من ربا والفاء من فز وهم الكسائي وحمزة علام علام يعني تجد اللام وخفض الميم على وزن فعال الذين للمبالغة في العلم بالغيب وغيره ومنه قوله تعالى كل ان رب يكذف بالحق علام الغيوب وعلام صفة لربي او صفة لله المتقدم ذكره اول السورة من قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وقرأ المرموز له بالغيب من غنى ومدلول عما وهم رويس ونفع ابن عمر وابو جعفر عالموا برف علمهم على وزن فاعل وخبر لمبتدى المحزوف اي هو عالموا او هو مبتدى والخبر قوله تعالى بعد لا يعزب عنهم اسكالوا ذرة في السماوات ولا في الارض اشتركوا في القناة